اشتركوا في القناة وهل هي معتمدة ولا لا ووزارة الصحة اخبارها ايه في القصة حتى لو كتبين بتصريح من وزارة الصحة ولا بترخيص رقم كذا حاجات كتيرة جدا يعني لكت كتيرة جدا وعندما تملية القنوات خصوصا القنوات اللي هي بتكون متخصصة مثلا في الدراما او في الافلام وغيرها بقت اكتر من المنتج التلفزيوني وهو ده موضوعنا سبعنا عن جمعية حماية المستهلك لكن اول مرة على الاقل احنا شخصيا يعني في نهارك سعيد نسمع عن جمعية حماية المشاهدين نهارده معانا رئيس المرصد الاعلامي في هذه الجمعية بلحب يكون معانا الاستاذ دكتور حسن علي وهو رئيس جمعية ايضا رئيس جمعية المشاهدين وحمايتهم من ايه بقى من حاجات كتيرة منها اللي انت لسه بتتكلم عليه دلوقتي من التضليل الاعلاني من المحتوى الاعلامي الضار بالذوق العام المخالف لمواثيق الشرف المخالف لتشريعات الاعلام فيه حاجات كتيرة جدا دورها ايه في المرقابي ولا دورها مجرد اصدار التقارير زي بالزبط مثلا مراكز الرصد الاعلامية المختلفة هو طبعا احنا عندنا في الجمعية اكتر من نشاط بنشتغل فيه جزء مرتبط بالرصد والمتابعة زي ما عملنا مرصد لاعلانات رمضان لان شهر رمضان سوق اعلانية ضخمة جدا وبتفلت من الجهات الرقابية الى حد بعيد فاحنا كعمل تطوعي اهلي بنحاول نعمل رصد لهذه المخالفات في جزء تاني بيبقى مرتبط بنشر الثقافة الاعلامية المواطن المصري بيشتري بوتاجازبي يتعلم ازاي يستخدمه وتالاجة معها كاتالوجي يستخدمها ازاي لكن عمره مشترى تلفزيون ويتعلم ازاي يتعامل معاه او يشتري جورنان ويعرف ازاي يتعامل مع الجريدة ازاي يفرق بين الاعلان والموضوع التسجيل وموضوع التحريري فالثقافة الاعلامية غائبة كتير جدا عن جمهور وسائل الاعلام فجزء من مهام الجمعية نشر الثقافة الاعلامية ايه اهم التجاوزات اللي تم رصدها في التقرير لحضراتكم قعدتو من خلال شهر رمضان او متابعتكم لشهر رمضان يعني اعلانات رمضان كان فيها تجاوزات مرعبة في القنوات الخاصة يمكن هتلاقي في التقرير في شهادة براءة لقنوات التلفزيون الحكومي اتحاد الإزاع والتلفزيون يمكن رصدنا اعلان واحد فقط على قناتكم هنا في ناين لاي منور والله منور حضرتك اختار الاقتصادي مداش دعو جميع القنوات الحكومية كان فيه مراعاة لمواثيق الشرف لقواعد المهنة لأداب المهنة للذوق العام القنوات الخاصة احنا رصدنا ست قنوات دينية ودي أغرب حاجة ان قناة بتزيع قرآن 24 ساعة بأصوات المشاهير وفيه رول على الشاشة بيزيع اعلانات أدوية جنسية بلغة مسفة لغة قبيحة تخالف الذوق العام تجرح يعني الشعور العام الحياء العام وإحنا بعتنا لها يعني انزار وامبارح عملنا بلاغ للنائب العام في هذه القنوات من أسوأ الإعلانات اللي تم بثها إعلانات أدوية وإعلانات أغزية أطعمة وأشربة وإعلانات خدمات بتبيع وهم للجمهور يعني زي طبعا أكيد مش هنقولها منتج ولا شركة بس أقل بتكلم أي نوع من الخدمات التي بتبيع الوهم يعني لما تبقى في خدمات عقارية ويقولك تلاقي هتخش الجنة مبنى ضخمة معمول جرافيك أو معمول الكمبيوتر صور وبعدين مش ده الواقع مخالف الواقع تماما وبعدين يقولك يدفع مؤدم وعلى خمس سنين وبيستخدم فلوسك وانت تدوخ عشر سنين على ما تعرف تستلم الوحدة بتاعتك بتكون دفعت مبلغ كبير وبيفضل ياخد منك كل شوية كل شوية وبعدين تلاقي نفسك في الآخر ما فيه شيء بس الإعلان مسئولية المعلم بمعنى ما هو برضو التلفزيون المصري يعني مش بمنأة عن دوت ما هو في الآخر البرودكت الأعلاني أو المنتج الأعلاني طبعا فيه مستويات بس في الآخر ما هو المنتج الأعلاني دوت زي ما بتزع عندي ما هي هي نفس القصة اللي يعني يعني أولا هل أنا مفروض ده حاسب مين يعني أنا بتكلم حياتك بتقول بترفع التقرير ممكن أنتو خدتوا يمكن خدوا التصاعدات بتاخدوا بلاه وهنا شوية على قد ما نقدر على حسب بها دي بس الفقرة نحن حاول نشوف أين يتعدى دور هذه الجامعية ما بين الرقابة أو ملاحظة اللي هي ممكن تكون مجتمعية بالمقام الأول أو بخبراء الإعلام وإمتى تخش مرحلة الرقابة والحظر وحاجات كده اللي هي نحن مش عايزينها في هذه المرحلة أكيد لأن ده تعدي على الحريات نحن نتكلم في موضوع الحريات بس خيان أول نقول الإعلام بسؤولية المعلن مضبوط مش بسؤولية القناة لا 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 في حاجة أنا مش كل حاجة تجيلي علشان هاخد فلوس أحسن من الوضع المالي للقناة فأي حد يديني أي حاجة أزعها لما يجيلي إعلان عن دواء أقول له فين تصريح وزارة الصح ده حق الجمهور حق المواطن إنما أي دواء وهمي لما يقول للعشبة الفلانية بتشفي من فيروس C أو فيروس B يقفلوا بقى المستشفيات ويقفلوا كليات الطب وخلاص نشتغل أعشاب إنما حق المواطن وحق المشاهد إن أنا كقناة لما يجي يقول لي أنا عايزة زيئة الإعلان ده عندك أقول له فين وزارة الصح موفق بتعي تحارتك هنا بترجع أو بتوجه نقضك أو محاسبتك اللي هي المجتمعية للقناة ولا للمعلن اللي اتنين يعني لما قدمت بلاغ قدمت ومسا بتاع قناة الدين ضد القناة لأنها هي اللي بتبث وهي المفروض تتحقق من صحة المحتوى يعني لما يقول لي زيت فلاني بيقلي عشر مرات وده سرطان على طول لما بكلم هيئة الأغذية قالوا لي مستحيل زيت يشتغل عشر مرات ما يجيبش سرطان فالمفروض أقوله فين موفد هيئة الأغذية قبل مزيئة الإعلان طيب ما ينفعش أنا أي حاجة تيجي كده أرميها فش الناس إيه المجالات التانية اللي بيشتغل عليها المرصد غير الإعلانات إحنا الحقيقة يعني عاملين أكتر من لجنة في لجنة متخصصة منها اللجنة القانونية بعد ما عملنا التقرير ده شغالة الآن بنعمل قانون تنظيم مهنة الإعلان ومشروع القانون ده جهد أهل تطوعي بنقدمه للحكومة أولا بنرفع الحرج عن الدولة ثانيا بنحاول نرقى بمهنة الإعلان لأنه سوق اقتصادية ضخمة وما فيش قناة في الدنيا تستغني عن الإعلان نقدر نساعد القنوات دي تزود يعني دخلها من خلال الإعلان لكن بشكل محترم بشكل ما يجرحش حياة المشاهد بشكل ما يغررش بالمشاهد ويبع له الوهم في كابسولة ما لهاش وقت أنا أصدقل هل في مواضيع تكلموا على برامج التوك شو تكلموا على المنتج الدرامي حتى هل في مجموعات بتترقبوا أي حاجة تانية أو هل بس الإعلان لا 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 في مجموعات عمل للبرامج للدراما يعني منها برامج التوك شو مسلسلات رمضان تقرير هيخلص خلال يمكن يوم أو يومين شغالين فيه بالفعل هل دي تطوعية يا فنة من جماعية تطوعية بحتها بنسبة 100% طلب الدراسات العليا في الإعلام لأنه بيساعدونا في جمع المادة خبراء عاملين في المؤسسات الإعلامية يعني في بعض رؤساء القنوات أعضاء في الجمعية في أسدزة عميد كليت الإعلام جمع القاهرة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أيضا في مجموعة من القانونيين من حقوق القاهرة وعين شمس وبنسويف بيساعدونا إذا كنا نرفع دعوة قضائية إذا كنا بنجهز حاجة لأننا بنتشارك مع جهاز حماية المستهلك فيه بروتوكول تعاون بنا لأنه عنده الضبطية القضائية فبيساعدنا الجزء اللي إحنا مش في إيدنا بيبقى فيه تعاون مع هذه الجهة هي اللي بتقاضي هذه الجهات بس العمل في الآخر يعني ما احترمنا الشديد إحنا خاليه برضه أكون دايما أنا بحب بكون محامي الشيطان أنا الشيطان بحبه صحبي جدا يا دايما المحامي قدروا هاتسي فيه فكرة أن لازم في الأول وفي الآخر يكون فيه مثاق معين للقواعد اللي على أساسها لما الجمعية أو حضراتكم كمرصد بتشوفوا أن الناس دي خلفت هذه القواعد اللي هي مكتوبة ومنتفق عليها كبروتوكول إعلامي من العاملين بالإعلام والإعلان وكل القطاعات المختصة بهذا الموضوع يعني واحدين تلاتة خالفتوا دول يبقى تعلق لكن لما يبقى موضوع النسبي ما هو ممكن لحيارتك أو الجمعية كلها تشوفوا أنه هو غلط ممكن أو مخالف ممكن حد تاني يشوفه مش مخالف وهينا بنرجع تاني لدور الرقابة وأين يقف حد الملاحظة ويصل إلى مرحلة الحرب تأثيم وتجريم بالضبط في فترة حارجة جدا هقول لك حاجة أولا أنا مش عايز تبقى في فزاعة تخوفنا وإحنا بنحافظ على قيم مجتمع أن هي خاصة بحرية التعبير وحرية الإبداع ده حرية التعبير مطلوب وأنا رأي حرية التعبير ده الأكسجين اللي يتنفسه أي إعلامي في الدنيا ومن غير مساحة حرية لا يوجد إعلامي يبدأ ولا يعمل أي حاجة لكن مثلا قانون 13-79 المنظم لاتحاد الإزاع وتلفزيون في مجموعة من القواعد مهمة جدا ده قانون عملته الدولة لهذه المؤسسة اللي فيها قناة وعشر وعشرين بتبث من خلاله لما قناة من قنوات مؤسسة حكومية تخالف قانون منتاش حر ما أصلا تبعية هذه قانون هيئة الاستثمار يعني في حد ذاتها مشكلة قنوات الخاصة بينظم أعمالها قانون هيئة الاستثمار والمناطق الإعلامية الحرة بالضبط يا سيدي ده قانون وضعته دولة أنت مش شغال في الفضاء تمام يا تشتغل في إطار هذا القانون يا ما تشتغلش زي بالضبط خواعد المرور أنت جبت عربية أهلا وسهلا ما تمشيش في الشارع على مزاجك تمام في دولة في الدنيا هقول لحذاك حاجة فكرة الجمعية دي نفسها أنا استمدتها وأنا بجمع مادة الدكتورات بتاعتي وأنا في أمريكا سنة 90 إحدى شركات السينما جمعية حماية المشاهد في أمريكا رفعت قضية وخدت غرامة أفلسة هذه الشبكة لأن هناك القضاء عاجل وبيحكم بغرامة وغرامة قصية يعني ما فيش هناك الحبس في الإعلام في الغرامة تخلي الشبكة تقفل يخلي موزيعي يفلس وهكذا فأنا شفت ده بعيني قد إيه هذه الشركة كانت عملت فيلم في مشاهد للكبار ما تحطش تنويه يقول ده للكبار ورفعت الجمعية قضية بالضبط ففي كل الدنيا أعتاد ديمقراطيات في حدود لمساحة الحرية ما فيش حد يشتغل على مزاجه طيب دلوقتي وأخيرا هل في مبادرة أن هذه الجمعية وكل العضاء المحترمين اللي فيها يكونوا جزء من ميثاق الشرف المفروض سيتم إعادة سياقته بما أننا نتكلم على قانون جديد بيعيد تاني القنوات الخاصة أو القنوات بشكل عام المصرية بيعيدها تاني للهيئة اللي حتى مفروض تكون هيئة الإعلام ويبعدها عن من لا يختص بها اللي هي منطقة الاستثمار وكلام ده كله هل في تعاون بينكم هل حتى تتعاونوا في ده ولا حتى تقدروا تشتغلوا كدور مجتمعي رقابي بمنأة عن أي شكل رسمي هو أولا إحنا يعني كجمعية أهلية تطوعية تمثل رقابة مجتمعية على وسائل الإعلام لنا دور تشريعي لأن معانا فريق من المستشارين وسدزة القانون الحتة اللي بنلاقي فيها ثغرة قانونية بنعمل مشروع قانون ونقدمه للدولة تاخد بي أو متاخدش إحنا قدينا رسالتنا النقطة التانية أنا شايف أن القنوات الخاصة يبقى لها قانونها والحكومية يبقى لها قانونها والصحافة لها قانونها دي بعثرة يعني فيه قانون مطبوعات وقانون نقبة الصحفين في ناحية قانون المناطق الإعلامية الحرة في ناحية قانون التحدي الإزعاء والتلفزيون في ناحية مفيش دولة في العالم بيحصل فيها ده يبقى فيه قانون موحد ينظم نشاط الإعلامي في الدولة نتكلم نتكلم مثلا بالمناسبة من الحاجات اللي احنا تعاوننا فيها مع نقابة الإعلاميين تحت التأسيس وعملنا شغل كويس قوي ممكن من حوالي ثلاث شهور وشاركنا فيه بجهد طيب أستاذ دكتور حسن علي رئيس جمعية المشاهدين حماية المشاهد زي حماية المستهلك كده يعني ده أحد مستهلك المادة الإعلامية طبعا مسائيكم أكيد مشكورة ومطلوبة وحميدة وأهم حاجة ما نخافش من فكرة مش هقول الرقابة ممكن نقول الوعي المتابعة والوعي لأن في الأول وفي الآخر ما هو لازم حد يعملوا هو واحد فينا بيوعد يشتكي وفي الآخر احنا ما بنشتغلش يعني على الأقل سادة مشاهدين ما نشتغلوش في الإعلام يعني مش الكل واحد هيرفها السماعة على القناة ويقولهم تتعملوا إيه لكن هما كهيئة موجودة أهلية ممكن تساهم في دوت بحيث أن شوية الأدوية اللي حتطلعنا السماء ديت وطلعنا الفضاء والحاجات بتاعة تهدى علينا شوية يعني وشديدة هنروح لفاصل ودرجة تاني خليكم بعيدا اشتركوا في القناة